تتواصل في أستراليا عمليات البحث عن كابسولة مشعة تستخدم في التعدين فقدت في أثناء نقلها إلى بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية وسط حالة التاهب للخطر الإشعاعي اعتذرت شركة ريوتينو العملاقة للتعدين عن هذا الحادث قائلة بأنها بدأت تحقيقها الخاص لمعرفة كيف فقدت الكابسولة أثناء نقلها وفهم الخطأ الذي حدث الكابسولة الفضية الصغيرة التي تحتوي على مدة تسيزيون 137 المشعة ضاعت أثناء النقل من شمال يومان إلى الضواحي الشمالية الشرقية لبيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية سلطات البلاد أوضحت أن الكابسولة أسطوانية ويقل طولها عن سنتيمتر واحد وهي من منجم تابع لمجموعة ريوتينتو إدارة الصحة في ولاية أستراليا الغربية أعربت عن اعتقادها بأن اهتزاز الشاحنة التي كانت تحمل الكابسولة تسبب في تفكك الجهاز وخروجها منه فيما أوضحت إدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ أن المادة تستخدم داخل أجهزة القياس في عمليات التعدين ويمكن أن يسبب التعرض لهذه المادة حروقا أو مرضا إشعاعيا كما أن إشعاعها يعادل إشعاعا ناجما عن عشرة أجهزة الشعاصينية في ساعة واحدة اشتركوا في قناة السرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا هاني الحجازي ترجمة نانسي قنقر